اشتركوا في القناة وعلى ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمواصلة العمل على توفير المشروعات الإنمائية والحضرية الموجهة للمواطن وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالمساعي المشهودة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لسرعة توفير المشاريع الإسكانية وتوزيعها على المستحقين من أبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة لافتاً إلى ما يمثله مشروع مدينة شرق ستر الإسكاني الذي تفضل سموه برعاية افتتاحه من امتداد لمسيرة إسكانية حافلة بالمنجزات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر